اشتركوا في القناة واحد اكل واحد ان الوصف اصفى في القناة اليوم اصحابnad ان العشاء قد達 Ouah انا اشverted اشتركوا في اجل اشتركوا حاجر ان يصبح cousins ويمشي لي مع الدم ويعطي لي القوة الخارقة التي أولا سنحركه بالشمش هذه النقطة الأولى ركزه معها يجعل الشمش من بعد الحمد لله وإن شاء الله سنجعل العلاج بالمجان بدون مقابل أنني سأدوز يدي علي مثلا هذا هو الشخص ميشيل سأدوز يدي في حلاكة سنعرف سنعرف جميع الأمراض التي لديه في الدم سنعرف ما هو نقص في الدم الحديد المغنيزيوم جميع الفيتامين سنعرف ما هو نقص وذلك الساعة سنخرج لي لماذا نقص سنعرف أدوية سنعرف المجان لكي يكونوا نفهمين وسنعالج الحمد لله لن نقرع ذلك ما الذي تسمعه وذلك الخرافة نحن نعلمين نحن نفهم نحن نظر بالعلم لا يوجد بالخزع لماذا نحن واقعين نحن قوة خارقة الحمد لله لا تفكر يعني من كنا من المشينا هذا الحجر نحن في كوكب الزوحل تخيلوا معي وجهنا الجوع سأعود لكم وسأشقوا وضحكوا قمنا بالأكل الحمد لله وكان صارحة تحيين الناس الذين يأكلوا التماسيح يعني هذا جزوين كثيرا يعني قصيناها هذا جزوين وغزال عشان تحاسمس وخفرع كيف تجلبوا لي هذا جزوين عشان الخيال العلمي أنا كنت أتفكر وكن ضحاة أنا بحيالكم لا تهيق ولكن من اللي عشت تهيق 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 يعني الحمد لله نقصينا هذا جزوين أراك اللي نحن قلسين في زوحل خفرع في المشاء لا يأتي يأتي من الضفاضع كيف يحدث هو ما على حساب اللغة سيألم هذه النقطة الأولى لا يقصينا يأتي من هذا الحجر الذي يأتي من العالج وبيده بالناس الحمد لله الله يسهل على المغرب كاملين الله يسهل عليكم ويقوموا الله يسهل عليكم يقولوا آمين بغيش يربي سالعلي يقول آمين فكو موتر بغيش يربي سالعلي مازيان ويسهل الله يسهل علي الشباب من مغربة وان شاء الله حسنا الناس يفرحوا في الصح غري ما يجيب لكم بشرة سوحية كل شيء غريفرح والله شاهد الفيديو فيه غير فرحة أنا فرحان بزاف سنجووز مغربية يارب يارب ونفرح بكم كاملين والله يتفرحان ومن خلبي الحمد لله أنا فرحان وهذا خبر صار للمغاربة كل شيء ستجوز ستجوزكم الدرياج كاملين والدرياج ستجوزكم كل مغربي ستجوزكم بربعة العيالة والله نعرفه راجل ستجوز مرحبا به عنده مرة سنزيده تلاشا وإذا كانت المرة تتحكم فيه و تصلخه أخويا حايد من شما معنا من ديروا بك نجا غير نكشف كومنتر نيغاتيف لا هذا لي الوزيتيف بغي تجوز أخويا ان شاء الله ستتواصل معنا والشي كامل من مجان أرى ما نطلبه منك فلوس لدى بلا من بعد ولا مصلاحة لأولو هذا الشي كامل فيه غير الخير لنا يعني هذا الشي فيه خير لنا وخير لكم نشوما ان شاء الله قررنا باش نعاونوا الناس والحمد لله ان شاء الله دم الصيف سنحولوا الشمش من البلاصة حيش أنا ديروا رجال ندليا مقودة ليا معدار وأنا فرحان 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 سنجوز المغربة كاملين وكل مغربي سنجوز بربعة العيالات وفيهم واحدة شهبة وكل شي سنعطيه طانوبيل ان شاء الله بإذن الله عز وجل يعني عمفكم بارط عشي و بارط عشي و الماكسيمو البل بلا عشيري مهم عطيحة مع ابو صيحة اللي شفافة غير عطيحة مهم خونا مولاقونا في القرونة رشاد معانا السون وخصوا الحالة لازون مهم تشمم مهم البلاله ما فيه بشكون عارف فهمشيني حيث حنا رجال مشيخ شورة نجال أبش عارف معانا السك محامن داوي رمشي داوي خاوي رش حمله واحد لا معايش تصور معايا شقولي ليا حمادة رجولة حمادة رجولة حمادة رجولة علش فضح جي واحد المجموعة احنا ما نتقومش نسمي وذلك المجموعة اللي حنا فضحناها ما نقولوش الأسماء حمادة تحس مصورة ديك أذكر رقعة لي هجموك أخويا الرقعة رخوشي ولكن الجن لا يذكر الإنسان سألين الجن لا يذكر الإنسان باركة ما تضحكو على الناس باركة ما تضحكو أنا أقولوها دا ما قولي يا أخويا الجن العاشق يذكر بنادم وعمرنش منش شهبوز وعينها خضرين يذكر جن وواليد الجن بو عارش للدارجة ها وعمرنش منش دكتور وليش طبيب وليش يؤسس جامعي وليش يوحد واصل ساكن وجن الله وكضار دي مشكون قتل علي ساكنين ومجنون مساكنين يدعون أبراد لفسية أنا مندم غالط ومعش وكتلامت أخلي من المش عصفوري تحصمص عليك سياتة كرفس المهم تجيب العطش الترعي المهم تقضع أدور بلعن المهم خضر واحد رأي قللي وحصنا ولقد قالها يا ده الراقي وأنا أضحك وتحصمص يضحك لكن خفر يطير لقد قال لي تحصمص هيا لنتبه في بساط الريح وأنا أأتي به من ودنيه فقلت لا فلا قيمة للشيء إذا أعطيناه قيمة فأصبح شخصا ذا قيمة وهذا شيء غلط لا يجب أن يقع فيه ملك المواهب المهم إخوان أذك أخونا اللي يدوا عليا قال لي يخص من جهد وفي حمادة تعصمص أخوة يا ده الراق يعني ربي رغي يخضب عليك الله سبحانه وشعاله بالنسبة للناس اللي كيف تقول شيء حاجة من رأسه كيف تشاهدون ما كيف تشاهدون أنا أجيش باش نعتقكم أخوتي المغاربة اللي نشاهدون ما كيف تشاهدون وبدو الخرافة أنا أجيش واجبش معايا الحقيقة ما بغيش منكم والو ما تشاهدون نشاهدون أنا أجيش باش نهضر البنادم على الأمور باش ميبقاش آمن بالخرافة بغينا كل مغريبي يعيق وفاق ورجع للدين والإسلام دياله ورجعوا للإسلام ديالنا بارك علينا ما نقوم آمنوا بالخزع بلاج أنا أجيش وقلت لكم الحقيقة أنا لا تنشطح لا تنرقص موالو بزيب الناس يقول لك أخوية تحسماس نشوق إلى إنسان مريض بنفسي أخوية بدارة وطربيل لا تنسرح لك فراس ما أقول لك واشفهم شيني لا تنسرح لك هاي الطربيل يعني يستنسيون الشي واجيش باش نوصل أنا هالقنا نجيت له باش نوصل للفكرة ديالي رماش تعطيني باش نعطيها جيش باش نبطار انا خلصت نوصل الصحابة كتوصل ما عندك علاقة بي أنا أنا مخدم معي مخدم معي أنا كمواطن بغيت نوصل الصوت تحلو لي الباب زيد أخوية هما صحابة موحايدة اي واحد بغيت يجي العبر يقول لا السلام جريدة عبر بغيت نوصل الصوت تحلو الاي واحد هي مصنوخ ما يقول بنادم هي كتوصل صوت مرحبا بك اذا اترحبك اقل مزيلا هذه النقطة بالنسبة للناس يقولك حمادة وقال انت مريض نفسي بسم الله لك احناني ما هو المعيار الذي يجعلك تغلق هدراك نريد نعرف ما هو المعيار ما هو المعيار ما هو المعيار الذي يجعلك أنك تغلق هدراك لا يمكن أنت صحابي وانا مستوى شقافي طالع وانا المغربي الوحيد الذي تجرعش وقدرت نقول بأن الجين لا يسكنوا الإنسان وانا هناك وحد الناس ينصبوا لما نسميهم ما سوف نفهم وانا نصبوا على الناس باسم الدين والدين بارئ منهم والدين بارئ منهم وانا صحابي اه لماذا انا لا سنسمي وانا كيف سنفهمني اذا انا قلع قائمة مع العميار التاريخ سنجي هنربي وعجز لا ديبلوم لا حافظ حزب لا شيء سنجي سنجي بواحد سنجي سنسلخ فيه سنقول اخرج يا عدو الله الله يهديكم رغم لم يكن في الدين الجين يسكنوا الإنسان وهذا ما يعجب كل كنت بالزرد الروقات اخر جاوب الله يعطي الصحة الذي قال مكيت حداني مرحمة بك اخوين شدويت زوين ومقدب الله يعطيك الصحة قال لك 95% ينصب على الناس وما عندهم ديبلوم وما كان ديبلوم عندهم ديبلوم ديبلوم ديال اعشاب وكينا سيصلك عشوص 1000 درهم تلت 1000 درهم باش نسو لك الصعر بالروج عصب شيني من شدابة ومش تخيل راسك عيسى ابن ومريم أخوية كش حطي يدك على بناد عصب 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 أخوية عدو الله خرجوا لها سوف نحرقك لكي سوف نحرقه لكي سوف نحرقه القرآن بريء من الهضر الذي يقول القرآن أخوية لا يحرقون القرآن أخوية شفاء ألا بذكر الله يطمئن القلوب كما تقول سوف نحرقه عصب 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 يعني الفكرة التي أف karışم none فارس tough here ليع Kings دفق لا أخ estre عندما Parl أنا لأنني أعرف أنك لا تتصف على الناس و أجرر لك و أعطنا لك ماذا تقول للناس التي تشاهدون على الأساس أن الناس لا تستحركين هذا الشيء أرى أن أقول لكم واحد القادية قسم من برب العزة أنا حالف بالله دعوا معي واحد السيد لم يكن لا يريد أن نأخذ السميش دعوا معي ناس كثيرا ولكن السيد هذا سبابه أنا قال لي هرد عدده العشارز و قلت أن أقول لي أريد أن نعالج مرشو كما تشاهدته المرة أوارج العزة و عن مشاكل أخواة أريد أن يطرد الإعمال على الناس أريد انzystو بشأن أمر للخ executives أو أريد ان يضحق لك أريد أن أريد أن تطرح أيضا قال لي اريد سجيصة til capabilities لا يقلل او عدد شارز قال لي أن أرى أرجال هل لا ي station하는6 و يا أخو قال لي أ Lahili قال لي أن ضحق شركت الكثير من أن balls الله يكبر انترىzäh inflam قلت لك أن تسنى في ذنب أو تسنى في عام السيدي يحتاج وصلك النوبة لأنه يدفك حبوبة طبيبوعة لا تخير رأسك عيسى من المرهم لقد طالع لي الدم اليوم لماذا نسترح لك؟ لماذا معه؟ قلت لي أخي قلت لي أخي قلت لي أخي قلت لي أخي قلت لي أصلاً لا يمشت معاً لديك ريال أو شيء أنا عندي هذه القوة أريد أن أقوم بإمكانك خير أريد أن أقوم بإمكانك خير لقد قلت لي بسير قلت لي أخي لقد قلت لماذا عن مشاكين التي عندك في حياة مع زوجتك لا تقلل ألا عودت لها نحب الغير هل نحافظوا على الأسرار؟ الله يعود لمغاربة يجب أن يملك العبرة للعبرة فقط بالفعل فهل يملك العبرة عندما يعود لها عندما يوجد مشاكل ومرة أو مرة تتعصب عندما يوجد مشاكل عندما كان يوجد زوجته ومعادة وولودة وقد يوجد عبارة قال الناس ليس واضح فهل يملك العبرة المهم عندها مشاكيل هذي 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 قلنا لا احنا قد يلقى ولكتابها قلت لها شوف يخشي درشي عند العتشارس نحن ما نقوله اسميه كان دوع العتشارس اللي يجبعه نار العيد لم يقول ليش واحد دويش عليهم صاغي مو من العتشارس عتروس الدولة ارزقها يا وراشل تيالا يا زوجتي هذا هو البلد قلت لها نشيخي شوفي قلت لها نسترح لها قلت لها خطة ديالي قلت لها نفس ديالك نشيها الى ما كانت مرتاحة ارى هو خمار كيف يوقع لك لما امنت بانرى مكينوالو ارى مكينوالو ارى الطاق طاق المهم ارى الطاق تفرق عليها مكينوالو تفرق عليها المهم قلت لها نشيه لذلك كيف حضرت تقتوق قلت لها سيما نعود يدوى معايا سيما ندوى معايا قلت لها كيف حالة لابلان وماذا الفرنش قطع عليه الطاش أو كيف حالة تاكتوغا الموين في اللايف سنجيوب ماذا؟ 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 حرف الله الله مبارك يالله أنا جاي في الطريق أنا جاي في الطريق الله أكبر أنا جاي في الطريق يالله يحفظك يالله الحمد لله الحمد لله يعني حاليا هناك طوليين من المريخ سنسأل الانتربيو بطريق الريح سنطعر المهم حسن وصعد وخبسات الولاد سنقول لكم حسن وصعد وخبسات الولاد حسن وخبسات الولاد سنطعوا على الزوحان ولموش الشري بطريق الريح ثانية من الشواني كوني الأباني وضبرتنا على الزوحاني يجبوا الشباني ونشيب العطش وعطر بعالاذ وضرب على الدورة الموين السيدة من بعد السمانة كيفما قلنا دواج معي حمادة حمادة قلت لها عودت لي الصراحة قلت لها قلت لها بأخير قلت لها شيء ما كان في طيحان الأول ولم كان مع الزوج دياله وعطر بعض الناس ولكني لا تدوش معه ويا لم أتبع بأخير حسن قلت لها شيء ما قلت لك قلت لها وكان لديك عصاب ومشاكين ومشاكين وانا بجد أن تقول لك وليس لم تستروتاش لك قلت لها لماذا لدي بعض الإجراء يجب أن تعصمص كانت هناك شيء طائر ومشت عين رحالين سنحول لكم الشمش ونضربوا فيديو إذا كان لديك الدار قد رفاق شمش سنحولها هذا هو الأول بلان ولماذا بي خير؟ يعني أنا من المال من المغاربة أقول أيها المغاربة أيها الناس معقول قسم الله برب العزة يا رب إليك تبت الله يعطيني شيئا والله ما كان شيئا يسكن الإنسان مجرد ربعة عتارس يكتبون عليكم و تحييل المغاربة و تحييل الرجال اللي يفهموني باركة من الوهم باركة من الوهم و ارى الدين دينا باركة عليكم و إذا كنت أرى مجل فىقكم رجل لم يكن أطح و إذا كنت أرى ما نقرد؟ أخودي معي جميع هجومات و موضوع القوية و حتى موضوع النساء يشوفوا موضوعه لذلك الروقية الشرعية لا تدراس لي على الرقوية خليها الرقوية بعيدة ننطب عليكم و يكون هناك مجموعات من عجارز و تنصب عليكم و كافارة بالله و كنت تدراسوا بدين الله و هو ممكن أن تنشاه لحيا وكتخاف الله سبحانه وتعالى عز وجل ما اطلبش المال من الناس ما اطلبش التالف دنم ما اطلبش الفلوس أنا حرام حرام في حرام أن تأكل أموال الناس بالباطل فكيف يحق لك أنت إنسان عادي تقرأ القرآن فتقوم بإسقاط يدك على رأس الشخص فتقوم بقراء أياش الله عز وجل وتدعي أن هذا الشخص المريض نفسي على أنه يتصرع مصاب بمس معين يبدو أنك غارق في جهنم خالدين اللهم احفظنا منك اللهم احفظنا من الكفر اللهم احفظنا من الجهلة اللهم احفظنا من المنافقين اللهم احفظنا من الناس الذين يدعون أنهم على دين الله وهم أكبر كافرين ومنافقين اللهم احفظنا من هذه القوم إنهم قوم يدعون أنهم يتبعون الله ولكنهم يكونون أموال الناس بالباطل ويركبون على صيارات فخرة ويمتالكون ويمتلكون فيه ماذا عباد الله واذا نشارع اطلعوا لي الدم مهم تسمي انا دواب الالغاز والناس غير يفهمون واحد الناس اللي سمحوهم الله اللي كانوا قاع اللي يدوزوا الحفز تشدون العيالات تشكفشتوا عليهم ومتسالوا لي حلوف قسمان برب العزة وانا عارف حضر شي كدر وصعد ذياني شوية مجد قسمان بلله وبرب العزة الى واحد ترى واتربنا وانا رمشان خاش وانا قولوا اي واحد يدوه معي فترق اقن عارفه مغير يدير شي حاجة قسمان بلله يشكت تقلب له حياته وستفاعل علاها رمشانه ونزار رحمادت شاسموس المهمة علينا قسمان بلله يلا كان قرع قيبة وقسم بالله ورب الاحيا انا لم تنعينوه حلل الحياة وانا لم تنعينوه حياته وانا لم تنعينوه بالدين رجولة انا كنظر على الناس اخوتي المغاربة توقع بالدين توقع يا الله يا أخي ، سأأتي من المريخ يا الله ، الله يحفظك يا رب الله ما يسر و لا تعسر تصالك من المشتري ، يجب أن نقوم بالخير لماذا في سبيل الله ؟ عندما تقرأ عيبة ، نضرب بلحية تحييل الحياة الرجالة التي لا تتجربوا بالدين الله برافو عليكم تحييل العماد للدين و عاونوا لأن الحرب يوقع الناس و تتجربوا بالدين المهم ، لو لا يسر الجامع لا تقرأ من أن نقوم بالدين أنا كنت أتفهم دوام جيدا ، أتفهم الله لكي نقوم بالدين أن نقوم بالدين و لا تقرأ من الناس قال رب الله أحد ما هو الأمر الذي يكون هنا؟ الذي يوجد الكثير من الناس و يجب أن نرسلوا تجارة لا أحفظ أيها من القرآن وجدوا أحد الصونو و أحد الباف بدون رخصة و بدون قانون و نقوم بالدين و يجب أن نقوم بالدين و يجب أن يضحكوا على الناس و يجب أن يقرأ و يجب أن يكون هناك سؤال الله أرحم الوالدين لكي لا تنسى شيء فكرة يجب أن أقول لكم أنا كذوب عفوية لأنني لم أصنع عليكم و تنصنع عليكم فرادر و تزوق كان أدر طبيعة ما أدر بها طبيعة ما أدر بها تكتوقع أبوه أدوكم الناس الذين يطحوا في أعلاس الشعبية و يقعدون في أعلاس الشعبية لماذا يطيح؟ لماذا يكون يشتحوا و يطيح؟ لماذا يفهم بأن هذا السيد الذي يطيح لديه مشاكل صحية التي يطيح على قناوة و يجب أن يسميه و يجب أن يقولون الله يرحم الوالدين و أخوتي المغاربة و سوف أدر كم و ذا أخوتي المغاربة هل سبق يجب أن يخاف من الجنون والجنون مستطيعون منه أنا أصل لهم وأصرفهم لا أكمل تشطيح عنها لأنها تحتوي على الأطباء لا أعطيت أفكار لأنها تتكلم أجب صونو فأجب صونو فأجب باف أجب ميكرو لماذا يكور علي ابن أدم؟ كل ما يطيح كذلك لي حقك لماذا يستمع المادة الخرآة و يجب عليه و يساعد الإجابة бесп loose لكي نرسل الشرك يتعصب المدى الخروج يتباع شوية الزحشرك يتعصب المدى وليس يتساكن في المعدة المعدة لا يتساكن في المعدة والله يهديكم الصعب والله يهديكم والله يهديكم سوف نحاول لكم أن تتبع الخروج أصبب المرب العزة سوف يكون قوة خارقة المهمر إخوان أدك أخونا أرجع يبدأ لكم حالة ويأتي من السلب وعندما تخيلوا معي حسا يدخلوا فيها 30 مرأة يدخلوا فيها 30 مرأة يدخلوا فيها 30 مرأة يدخلوا فيها 30 مرأة ويقوموا بإخوانهم ويأتون أن يغوشوا ويأتون أن يغوشوا فيها الشراء أمراض نفسية يقول الطبيب الذي قرأت نصر عامة عباد الله العلم العلم نور والجهل وعار العلم لا يوجد في الدين سوف يدخلوا في الجن يحطت الميكرو انهم سوف يدخل لأنهم سوف يدخل تجعل العروق أحبس لي الدم تجعل العضلة ويجب الجن يدخل من الجن ويسكن لك في فم قلبك ويقول المرأة أعزكم الله يسكن في ذلك المكان الذي على بالكم أصحاب النيع يقول لها أنه سيجعل الجن للملعصة وعبر طرق غير أخلاقية احتراماً للناس الذين يتبعونا لكي نضرب الإحاقات يقول لها وتتعرضوا لي وأنا بغيت المغاربة الحرار الذي وقع له ما تشي يعادوا الصحفة ونحن لم يكن لدينا هذا الجن لا يسكن الإنسان الجن لا يسكن الإنسان بالدليل أو بغير دليل ورقات وعندما أسمحك لي لقطة 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 لا أسمحك الله يحفظك لكي لا يقول حمد أداوي خاوي السلق زابري الرجول لا ها هو هنا بلاشي الكوب براج لم يرى غير ثلاثين شانية ونحن لا نضربه ثلاثين شانية على قطة الشيخ عمار القزابري ظاهرة بنت في السنوات الأخيرة بشكل كبير ومثير بيت الجوابت كذلك مختصر الرقات هذا مجال له وش تجارة وش دين وش دعوة وش طيب والله يا أخي سمع الرقية في أصلها وثبتت في السنة مسألة الرقية لكن على الصورة التي هي اليوم فهي تتقلم ما بين الاحتيال وما بين أكل أموال الناس من الماطل وما بين الاحتيال لا أعجبكم القزابري سوف يكمل معنا لكي يعرفوا لدي أكثر من ثلاث ميش فيديو هنا وعندي الذي يريد أن يتواصل معي في القناة حمدا تشاهدين النمرة باركة شكرا شكرا لكي نكون واضح حمدا حمدا جابت الفكرة على أساس أنه لا تبقى حاجة اسم ميشيل جن يسكنوا الإنسان وجميع الشباب لا يخافوا من الجنون قسم بالله أخوي المطيب لا يوجد المشكل أخوي أي حاجة لا يوجد غرامة المشكل بأنك ينغير الإله سبحانه وتعالى ولا غيره وكل من يأكل أموال الناس بالباطل فهو في الجهنم يأكل السحش فهناك من يدعونا وينتحلونا شخصيات من أجل فقط أن يأكلوا أموال الناس بالباطل لا أريد أن أعرف لدي سؤال من جميع الرقش الله يجزيكم بخير معكم أخوكم حمادة عندك أستحاب لك ما نرى دائمين فيها وما نعيش حياة كاملة الأموال التي نجمعها في الدنيا يمكن أن تخسرها ونحن لا يزال هنا ونقدروا نكمل حياتنا ونقدروا نعيش ومتشتريدين فلوس كتبشي وكتجي ولكن كيف يبقى؟ وأنك تشكد بسمية الله سبحانه وتعالى كنت أكل أموال الناس بالباطل يعني السوف اللي ضاع لي فهمشيني؟ الفكرة اللي يريد أن نوصل هي هذه الغراد ديانا يبقى شيء مغربي يخاف من الجنون والله أخوه لم يعيشوا معنا جنون وكان الدليل في القرآن وإذا حضر نظر من الجن قالوا أنصشوا فلما ولوا إلى قومهم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا نزل من بعد موسى إذن هاتش كان في القرآن لم يسمعوا من رأسي حتى الجن لم يسمعوا بعيسى لأنهم لم يعيشون معنا لأنهم يسرقون في العالم لأنهم أقوام حاشا ولله حتى يأتي معنا جنون وكيف يجعل الله بيننا وبينهم أخوه أدبا أنت تقول حمادة كيف تتواصل مع الجن؟ لا يمكن وكيف تتواصل مع الجن؟ وكيف تتواصل مع الجن؟ اشترح عليها كيف تتواصل مع الجن؟ كيف تتواصل معه أنا الجن يهودي ومن هناك رفعه بالنسبة للعجارس الذي قالوا بالحمادة ملموس يأتي مرحبا بك أخويا ويأتي تتواصل مع الرؤية ويأتي لا تتواصل مع العصابة أدور ضلال كيف تتواصل مع الجن؟ لا يسهل على أخوتي المغربة ولا يسهل على الشباب المغريبي لا يسهل عليكم كاملين إن شاء الله سوف نفشحوا هذا العلاج الذي قلت لكم أنني أدوز إيدي في حالة كالبنادم لتتواصل مع الأناليز ويأتي مرحبا نقص الحديد ونقص الماغنيزيوم ونقص البروشين ونقص غزيلة على أساس أنه ينقص المشاكل ونعطي الأدوية لكي يمشي بالمجان عمرا ما سوف يكون بالفلوس نهائية لدى من بعد لحشة شي حاجة ولو أنا لا أقبل الهدايا ولا أقبل أي شيء الحمد لله عندي رزقي بخير على خير باش كونوا واضحين الله يسهل عليكم كاملين والله يعاونكم من مغربة والله يفرحكم واللي عنده شيء موشها الله فيها ونكونوا نهاضروا على أحد النقطة والمعنى ندوي ندوينا أجينا نزيدوا شوية في الأخلاق دينا ونشقدموا في الأخلاق دينا ونقدموا في الأخلاق دينا والله يسر الجميع ومنقشوا له حزب الزنقة ونقدموا ونزيدوا شوية القدام والله ما يسر الجميع يالله إخوان انشاء الله بسلام عليكم الله يعاونكم